السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبا بكم في قناة حريمة الفلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله سنشارك معكم كيك من اروع الكيكات اللي جربت واللي حضرت كيه فخم جدا بمعنى الكلمة لا في الشكل ولا في المطاق دياله وبطريقة جيد سهلة في التحضير اكيد اللي جربتي ستعتمديه وغلي عجبك بزاف انتي والعائلة ديالك نشوفه مقادير وطريقة التحضير دياله من اول الفيديو الاخر دياله الحاجة غنحضره الكريمة غدي نحتاجه ستنيات ميلي لتر من الحليب ما يعادل ثلاثة ديال الكؤوس ديال العنباء كتا تقوز كؤوس العنباء الحجم الكبير مع ثلاث ملاعق من مستحضر كريم باتيسير او ممكن نعوضه بالنشاء او ممكن نديرو الدقيق والنشاء او الدقيق والكريم باتيسير كيبقى الكريم باتيسير احسن وكيجي في المداق احسن نضيف ثلاثة المعالق كبارين مع ثلاثة المعالق ديال السكر وكيبقى السكر على حساب الدوق ثم نخلطه باش يدوب المستحضر مع الحليب ونضيفه جوج ديال الاكياس من الكاكاو إذا لم يكن لدينا الكاكاو لدينا الشوكولات ممكن طبعا ولكن لم يكن لدينا هذا بحث ينخلطه ونضيفه في الثالي كي يدوب معه سنحاول نخلطه جيدا ونضعه فوق النار مع التحريك المستمر حتى ينسجمه خصوصا الكاكاو مع باقي المكونات وكي يبدأ كي يغلي غير كي يبدأ كي يغلي ونشوفه بدأ كي ديال فوقعات مباشرة كنتفعو عليه ما كانت طبعوش به فوق النار مع التحريك المستمر باش ينسجمه في القعر ديال الكاكاكاو من النار تكون متوسطة إلى المهيلة يعني ليس مشكلة نضيفه مباشرة فوق يعني سوف نضعه في النار آخر الذي سنتطلع فيه من بعد الكريمة ممكن أن نضيفه في الكاكاو لديه وكما تصلح حتى نضربو فيها ونضيفه بالبلاستيك الغذائي والتي لديها الكريم بطيسير بنكهة الشوكولة ممكن تستعمله فقط مع الحليب لباقي الكاكاو و هذا الشيء سوف نضع في الفيلم المنتر أضع فوق منه مباشرة و نضغطه لن يصلي الهواء و تنشفلينا الطبقة الفوقانية و أدلينا القشرة دعوه يبرد مزيان و نمشون وجدو الكاك و نحتاجه جوج بيضات في حارة الغرفة أو حارة المطبخ و يكونوا حجم كبير و نضيفه معه نصف كأس من السكر الخاشين مايو عاديل تقريبا 70-80 غ ثم القليل من الملح و نضيفه مزيان و ممكن أن نستعمله الخلاط الكهربائي ضفت كيس من الفانيلا لكي تنسيه و ممكن نسموه كيف قلت نستعمله طرب أو خلاط كهربائي على حساب المتوفر ثم نحصله على خالط أبيض و نضيفه نسكاس من الزيت النباتية ثم نسكاس من الحليب مايو عاديل 100 مليلتر و نستمره في الخفق على سرعة نقصة و نقصة كريتنا و نضيفه تم تربط وضيفة طرب و يكون نوعية جيدة مع جوجة أكياس من الكاكاو و المرمى يضيفه و تقريبا 1 متأه و جوجة أكياس من الكاكاو و المرمى و كيس من خميرة الحليب 8 غ نغرب الكل و نخلطه بالنسبة للدقيق هذا المقدار يكون كافي و تبقى طبعا على حساب الحجم البيض و النوعية للدقيق خلطنا عجينة اللي هي خفيفة ممكن إذا بغيتوا تزيدوا واحد المعلقة ديال الخل تكون صغيرة و من الأحسن يكون الخل الأبيض و احتلو الأخير او دلوها مع البيض ماشي مشكل كيف قلت العجينة تكون خفيفة بهذا الشكل كيف يجينا خفيف و سطح مستوي ما كيتبوكش لنا في الواسط اخذوا مول او قالب خاص بالفرن و كنوضعو فيه الكيك ديالنا بعدما كندهنوه بالقليل من الزبتة و كنرشوه بالطقيق كندخلو الفرن اما بارد او مستخرى من قبل ثلاثين دقيقة على نرمهيلا كتكون كافية انه يطيب بزيان و طبعا كنقلبوه بسكين و مباشرة هو مازال سخون كنسقيوه بكأس عامر من الحليب ما يعادل مائتين ميليتر و كنخليوه على الجنب يبرد و يشرب ذلك الحليب نحضر الكريمة اللي غا تكون على شكل كريم ديبلومات يعني كريم باتيسيال يعني كريم باتيسيال يوى بالشوكولات و نضيف له عيوة الشانتية لاموس بالشوكولات كي يجي زوين بزاف هاد الكريم كما نحطو الكريمة و وقفة مزيان و طبعا كريم باتيسيال ممكن تحضره الطريقة اللي بقيتو ماشي شرط تحضره المستعدة يعني تستعمله المستعدة و تكون ديرو كريم باتيسيال منزليين و يكون بنكهة الكاكاو كنخدموه مزيان في الأول كتكون مجموعة و قصحة و محددنا كنتربوه و هي كتترجع كريمية و كتترخف من كتبقاش كيف ما كنت و تديرو امول كبير أو عندكم مول كبير كتضاعفو المكوينة هاد الكيميرا كتجي مزيانة يعني كافية غير إلا كانت عندكم شعرادة أو ناس بزاف فضاعفو الكيمية برجيكم كبيرة كنجيبو واحد البوش او البلاستيكا و اللي يريدون هندي بوشجو طابل مباشرة توضعوه فوق الكيك هكا كتكون طريقة عملية و مكيبقاش كيتهزلين الكيك سيخطو انه فازك فكيبقي يتهز مع المعرقة الى كنا بغيين اندهنه كان اخدوه بحد هاد الشكل و كان بدأ و كان وزعوه من بعد عاد غادي انقدو اخدوه و بالنسبة لأي كيك بشكل شكولات و بالنسبة لأي كيك لا طب كتر من الجد يعني هو متيبان لونه في الطياب كيك اخدوه اخدوه فرن غازي اقل درجة ممكن اخدوه على خاطره اخدوه 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 و نضعه طبقة تالي تالي عبارة عن بيسكوي بيسكوي بالفاني او بيسكوي بالشكولات اللي كان نوضعه في الحليب و نستفوه بهذا الطريقة فوق من الكريمة حليب او حليب الشكولات اللي بغيتو انا كنت نوية ندير بيسكوي بالشكولات وانما قيتو عندي مهر رسفة طريت ندير هذا هذا مريع عادي وممكن نديروه مربع اللي بغيتو اي بيسكوي بغيتو او تصغنيوا على هاد المرحلة الى ما بغيتو اشعني كتعطيه منظر من الداخل وطبعا طعم حتى هو زوين بالزافن اضافة لمهمة واللي طبعا كيف قلت ممكن استغناء عليها في حالة الاجاتكم يعني انكم غتزيدو بيسكوي غتزيدو شوية زايدة في الثمن سوف نوضع الكريمة اللي بغيتو كاملة من الفوق ونحاول نقضها بهذا الشكل ومن الاحسن في الاخير ناخدو ادات اللي كان نقض بيها الكريمة تكون عندكم فتار خدوها البنات يعني هذا المطر الذي كنتم المدمينين او المحبين لتحضير الحلوية بانواحها مرة مرة خدو ادات من الادوات يعني خدوها من الميزانية وشريوها تبقى عندكم مدى الحياة معكم تحتاجوها تحتاجوها وتوقفوا عليها اكيد تنفعكم سوف نقضي بهذا الشكل ولما عندكم ممكن هي تظهر للملعقة تنحصلوا على سطح مستوي ونزينو بالفوق اما بكاكاو اما بخطوط اما هنا بيسكويذة اللقية فما يضع طبعا هرمشته ووضعته من الفوق سوف نعطيهم اضافة لا في الشكل ولا في الماداق سوف نستمر حتى نقدم جيد ونهزوه ندخله تلجه ونقضره ونقضعه ونزينوه بحسب الرغبة ونجعله غير هكا الزين يبقى لكم مواسع النظر ممكن تديروا الاضافة اللي بغيتو واللي عندكم ماشي مشكلة الاساس ان ماداق هائي خفيفة يعني شاربة مرتبة معلكة يعني كل مواصفة الزوين اللي بغيتو اضافة بسكودي بشكل كراميل يعني كإضافة محفزة لدينا ووليدتنا انهم يزيدوا ويعجبهم ويعني ويبغيوا يأكلوه وبلاش سوف يأتي زوين سوف نرى كيف جدا عن قرب طبقة متماسكة كل مخلتها بسكودي يحترق ويجيء هائل ويستحق اتربة نتمنى هذا الفيديو نلعجب لكم ونجربوا الوصفة شكرا لكم جزا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة